اشتركوا في القناة حدادة بتشغيل معادن خرير صنايا سنة تسعة وتمانين جات له فكرة من سنتين انه يعمل مكنة لتغسل السجاد لان السجاد في الطريقة العادية لو نبعد السجاد للمحلات اللي بتنظف دي بياخدوا على المتر في ساعة ثمانية جنيه بتقعد لها تلات اربعة ايام علشان تنشف وممكن باستخدام هما بيستخدموا هناك ضغط مية عالي والكلام ده كل المهم وعمل فكرة المكنة راح قاعد مع رجال اعمال وقاعد مع ناس طبعا مفيش حد لا بيساعد ولا حد بيسدع زي ما يكون ان احنا مفترض علينا ان احنا دائما نتلقى زي يكون مفترض علينا ان مطلوب ان احنا نقعد في المضررات نسقف بس عمرنا ما حننزل الملعب زي ما يكون مفروض كده علينا بقى كان اللي قدامه واللي وراه وعمل المكنة كلفها مية وستين الف جنيه وبقت بتشتغل والسجادة خلال بالزبط مفيش دورة السجادة بتتغسل في دقيقة ونص في دقيقة ونص وده يباين لنا ان انا يعني بتنضف السجادة في دقيقة ونص وده بيباين لنا ان هي حتى انا كده بيحافظ على السجادة نمرة اتنين ان التكلفة بتاعت الكهرباء وكلام ده كله في الشهر ما تعملش المكنة تاخدش كهرباء يعني ما فيش 15 دنيه في الشهر الشيء رائع ده ده انما طبعا المفروض المشروع ده يعمل من 10-15 الف جنيه مكسب على الخمسة جنيه بيعمل هو السجادة بخمسة جنيه ويمكن المكن ده يبا مشروعات يتعمل يصنع منه ويبقى فيه شباب يشتغل يعني شغل ويعمل شغل وكلام ده كله تعالوا هو بياخد في المتر السجادة خمسة جنيه يعني لو السجادة زي بره بياخدوا 7-8 جنيه وبتعود لها 4 أيام وشغلانة طويلة عريضة ادي فكرة وراني مجرد يكفي ان احنا الاحترام لي انه عنده فكرة بيؤمن بيها وانه يصروا ان ينفذها ويعملها ده شيء في حد ذاته هايل عندنا من الافكار اللي زاده كتير بس المهم ان الاعلام ياخد باله وينور على الحاجات دي ويحط الحاجات دي في دائرة الضوء لانه هو ده السبيل الوحيد ان احنا نتحرك وان شاء الله هنتحرك تعالوا نشوف التأذير ده اللي عملته عبير نبيل والعمل منتجه بتاعه احمد نصار فكرة بسيطة توصل لها مواطن مصر مكافح الفكرة من سنتين جات لي البنت الوافة دي بتغسل سجاد على ايدها بتغسل سجاد بيتناء على ايدها سألت كل الغسل اللي موجود بنزيمة ضغط البنزيمة بيبوز الوبرة بتاع السجاد طمام فمن هنا فكرت ان انا اعمل فرش دوارة حركة ديارية يتحافظ على الوبرة وتديني انتاج اسرعة وما تستهلكش كمية موية الفكرة جات من هنا فبدأت اشتغل عليها بالرسومات وفي الاخر بالتشغيل اعرضت الرسومات على مهندسين كتير ورجال اعمال كتير مفيش حد ردود بنها بالمرة على اعتبار ان هي مكانة مجهولة ملاهش وجود في البلد بدأت انا اشتغل فيها تمام المكانة متكونة من المواطير الكهاربة اللي فيها تلات مواطير اجمالي فيها اربع فرش عرضوهم بديني تلاتة متر وربع فيها تنكل الصبون فيها تنكل المية فيها سير بيشيل السجادة فيها حاجة اسمها شطاف في الخلف من الضهر لو بتشطف السجادة بعد ما بتخلص ده خلاف المجفف الخلفي اللي هي العسارة بتاعتها العسارة دي الطبعا زي ما حضرتك شوفتي بتنزل مية السجادة كاملة بتسيك فيها كمية رطوبة بسيطة قد تكون تجربة بسيطة في عالم الصناعة لكنها شهادة احترام لمواطن بسيط يفكر ويعمل على ارض الواقع هنا السجادة الستة متر بتاخد ستة صفايح مية يعني ربع المتر الشغل بضغط مصدس البنزيمة متر السجاد بيصرف متر مية أنا عندي زي ما حضرتك شايفها المية اللي بتنزل من المكناة باستخدمها تاني باستخدمها في تخمير السجاد يعني السجادة بتيجي تتريمي في الحوض والمفروض ان انا بسحبها من الحوض للمكناة فتبغى متشبعة بالمية بتوفر برضو معايا من الستة الصفايحة الاولين ما يقرب من صفحتين صفحتين ونص وكما يقول المثل الحاجة ام الاختراع فهناك اختراعات مذهلة تخدم البشرية خرجت للحياة بعد ان فكر فيها طويلا الانسان وانجازها فائدة للبشرية والانسانية انا خلصت الرسمات بتاعتي ولمن فيش حد تبنيها بدأت انا اتعامل معك بدأت انا اشتري خمات وصلنا ففي تجارب خدت معايا من سنة ونص لسنتين بالضبط تشغيل فيها اجمال التكلفة بتاعتها اللغاية النهاردة صرف معايا مية وستين الف لكن الوحدة اللي بعد كده ما توصلش معايا المية وعشرة انه طبعا كان فيه في التجارب المبدئية خسائر في الخمات انا اللي بخسرها عشان اوصل للوضع اللي انا وصلت له والنهاردة بعد التشغيل اصبح عندي رسومات جديدة توفر معايا في التكلفة و تديني كفاءة عشان كل المفروض مرفوق اثبت للعالم انك موجود يعني انا عايز اقول لاستاذ احمد منير يوسف مواطن مصري بكر وخلي تفكيره اجابي عشان بلد مش كلها ا cra vol قرب الوضع